نفتح مشاهدين الكرام ملفا للنقاش فيما يخص الحملات التوعوية والتحسيسية ضد تفشي فيروس كورونا هنا في الجزائر إذن حملات تطهير المرافق العمومية للوقاية من فيروس كورونا تتواصل جزائريون توجس وخوف من انتشار الوباء والرهان على الإجراءات الوقائية السلوكيات السلبية في عز الأزمة وتأثيرها على متطلبات السلامة كل هذا وأكثر مع ضيفي الحاضراني في الستوديو عميدة الشرطة ربح زواوي رئيس خليطة الاتصال للمديرية الأمن العموم أهلا بك سيد الكريم وشكرا لقبولك الدعوة شكرا بارك الله فيك كما أرحب أيضا بالمكلفة لعلامة المستوى المدير العامة الحمالة المدنية أهلا بك سيد الكريم وشكرا لقبولك الدعوة أهلا بك رئيس مكتب الإعلام والتوعية رئيس مكتب الإعلام والتوعية نعم أبدأ معك سيد الكريم العميدة الشرطة ربح زواوي سيد الكريم ماذا يمكن أن نقول في البداية فيما يخص قضية التوعية والتحسيس في مخاطر انتشار فيروس كورونا وأيضا المظاهر السلبية التي شاهدنا بعضها في الهونات الأخيرة في الجزائر شكرا إذن برك الله فيك على الدعوة وبعد تحية أمنية إعلامية إلى كل مشاهدين الأكارم حقيقة نحن في المديرية العامة للأمن الوطني وفي إطار نبلي مهام جهازنا نرقى إلى حماية الأشخاص والمتلكات والحفاظ على النظام العام وعندما نتكلم عن النظام العام في شقه الرئيسي ما يتعلق بالحفاظ على الصحة والنظافة العمومية إذن نحن أمام هذا الهاجس أمام هذه المخاوف الصحية نرقى إلى تغليب ما يعرف باليقظة الأمنية بمعنى كيف لنا أن نؤثر في سلوكات مواطنين من خلال التوعية والتحسيس ولكن دون تهويل دون ترعيب للمواطنين بمعنى أن تكون هناك جملة من الإجراءات التوعوية والتحسيسية حقيقة هناك خطر صحي نحن أمام ظاهرة يجب أن تتضافر فيها جميع الجهود أمام منعرج يتعلق بين الواجهة وكيفية المواجهة حتى نواجه هذه الإشكالية ونقطة غاية في الأهمية نداء إلى كل المواطنين تجنب الطاقة السلبية لماذا؟ لأنها تهبط المناعة النفسية إذن لابد أن نأخذ بعين الاحتبار كل هذه الإجراءات علينا باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والتنسيق مع كل الفاعلين في الميدان لأن أهم الإجراءات التي تراهن عليها المدرية العامة للأمن الوطني في هذا الوقت الراهن هو أن تكون هناك الوقاية والتحسيس وأخذ كل الاحتياطات والاحترازات الوقائية والأمنية حتى نتفادى انتشار هذا الداء لماذا؟ لنغلب الفكر الوقائي عن الفكر التحسيسي لماذا؟ لأننا عندما نتكلم عن الوقاية وزرع مبادئ الوعي الأمني المرهون أيضاً باليقظة الصحية يمكننا أن نتجنب هذه الظاهرة أول شيء نتحول من الحس إلى الوعي الصحي الوعي الصحي هو المفاضلة بين المخاطر وبين السلبيات وبين الإيجابيات في هذا الإطار وأخذ كل الاحتياطات واستشارة المختصين في هذا المجال بما في ذلك المصالح الصحية والمختصين الأمنيين لمواجهة هذه الإشكالية ولكن يبقى أهم شيء تراهن عليه المديري العامل الأمن الوطني هو الذهاب إلى العمق من خلال اليقظة الأمنية نحن أمام نقطتين رئيسيتين لابد أن نتحكم في التدفق المعلوماتي من خلال الاستعانة والأخذ بأراء المختصين والقراءات الرقمية التي تتوافد من طرف المختصين بمعنى التحكم الأمن في المعلومة الصحية المتدفقة وأيضاً لابد أن نراهن على المتغيرات المحيط لأن المحيط الصحي قد يكون هناك فرص وقد تكون هناك تهديدات الوضع للحالي نحن أمام تهديدات صحية إذن علينا أن تكون هناك يقظة أمنية مرفوقة بيقظة صحية بالتنسيق مع كل الفاعلين في الميدان من خلال اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والصحية والتدابير الوقائية المعروفة في مثل هكذا حالات حتى نقلل ونواجه بحزن إن شاء الله هذا الإشكال القائم بإذن الله نعم من جانب أيضاً أعوان الحماية المدنية سيدنا سيم برناوي ماذا يمكن أن تضيف على مقاله أيضاً عميد الشرطة الأبع زواوي طبعاً صباح الخير لكل مشاهدين قناة النهار فيما يخص الحماية المدنية ورأسها المدير لعم الحماية المدنية مكافة إطارتها طبعاً هناك عدة إجراءات بقائية عملية حتى استباقية انتخذت ووضعت حي التنفيذ ومنها من طبعاً أنكم أنتم في مواجهة مباشرة مع الفيروس هي في مواجهة مباشرة مع الفيروس وكذلك مواجهة مباشرة مع عدة أمراض مؤدية يعني الحماية المدنية في معدل تدخلاتها يفوق 3,000 تدخل يومياً يتم تحويله من المستشفى أو يتم إسعافهم في عين المكان لذا مع هذه الظاهر الاستثنائي أو الوضع الاستثنائي الذي يعيشه العالم كله عامة والجزائر خاصة كان من الواجب يعني والحمد لله أنه الشيء المهم هو أنه لما ظهر الفيروس في الصين وظهرت خطورة هذا الفيروس وسرعة انتشاره بحكم أن هذا الوباء وهو أحد الأخطار الكبرى لحسب القانون 024 الأمراض المتصلة بسحة الإنسان لأن هناك قوانين وهناك إجراءات تلتخذ يعني سواء الحماية المدنية وكل المؤسسات الفعالة في الدولة الجزائرية في اللجان مشتركة وقطعية ووزارية ومشابهة ذلك لكن فيما يخص كل قطع ولا تدبير الحماية المدنية كانت هناك إجراءات فقائية بداية كان هناك عمل جبار فيما يخص تحسيس والتوعي الداخلي لعوان الحماية المدنية خاصة أنهم سيكونوا في الواجهة يعني مع هذه الظاهرة وكذلك فيما يخص المواطنين ربما لا يتهم هذا الفيروس ولكن لا أحد يعلم أنهم لهم أعراض أو يحاملين عن الفيروس كيفية الوقاية الفردية الجماعية كيفية تنظيف وتعقيم العتد المستعب من سيرة إسعاف وما شبه ذلك وهذا كان عبر دروس أو دورة تكوينية سواء من البيولوجيين الحماية المدنية أو الأطباء الحماية المدنية وكان في دورة تكوينية وحتى منورة تطبيقية ميدانية على مستوى الداخلي هذا كانت منذ أوخر شارجون في شارفيفري ويتواصل العمل إلى الغاية اليوم ما زال العمل المتواصل ما زال العمل المتواصل والتكتيف من هذه العمليات التحسيسية والتكوينية لأنه من الضروري أن دائما ننذكر العوان بتدابير والإجراءات اللازمة وولاك شق آخر كان موجه للمواطنين عندما دخلت الجزائر في طور تاني وتسجيل حالات مشتبه فيها وحالات مؤكدة يعني كان منها لازم أن نكتف يعني النداءات للمواطن بداية حتى لا نكون كالدول التي أخذت باستهزاء أن هذا الفيروس أن هناك تجارب أمامنا أننا نستفيد منها هذا الشيء المهم جدا نعم نستفيد منها أن ننهول وننقل في الاستهزاء وننهيين طبعا وننهيين وحتى نقل الأمور بجدية الجدية ما هي الجدية؟ هناك أمور وقائية أمور وقائيا لأنه الدولة الجزائرية طبعا بكافة مؤسستها وضعت مخططات هذه المخططات يجب على المواطن أن يكون الشريك الأساسي فيها ويوكب هذه المخططات حتى نسيطر على الوضع ولا نمر إلى الطور الثالث ومراحل متقدمة إن شاء الله يربي يرفع لنا هذا البلأ وهذا الوباء إذا على المواطن أن يكون الحلقة الأساسية بالقيام بتدابير الوقائية نظن أنه نسبة كبيرة أنه المواطن أخذ وعي وعي ما هي الإجراءات لازمة الحماية الفردية منها النظافة وما شابها ذلك وكيفية يعني هذا الشيء الأساسي حتى يعني ولكن الشيء المهم وأنه في دل هذه الليجان سواء على الحماية المدنية أو وزارة الداخلية أو المستوى المحلي ولكن لجان لجان تأمن تقوم بالصحر على تقييم الوضع يوميا ومنتابعة تقييم الوضع حتى يتم يعطاء واتخاذ ما يجب اتخاذهم من إجراءات التي هي موضوعة حاليا والتي سوف تؤخذ يعني إذا كان مرت الجزائر إلى أطوار أخرى بظل أنه ونزيد نأكد أن المواطن هو لازم أن يكون الحلقة الأساسية في السيطرة على الوضع الاستدنائي لننعيشه نعم لا بأس أيضا نبقى في نفس السياق ناسيم برناوي سيد الكريم مصالح حماية المدنية بالبوليدة في حالة تأهب واستعداد لنقل كل شخص يشتبه في حمله فيروس كورونا إلى مصلحة الأمراض المعدية بالتنسيق مع الجهات المعدية وبإجراءات وقائية محكمة كما نتابع في هذه المشاهد التي رصدها لنا الزميل عادل غضبان نخذ كل المعلومات فيما يخص هل هناك أعراض الزكا هل هناك أعراض فيروس كوفيد 19 أو حتى هناك أشخاص مغتربين جو مؤخرا وهناك أعراض للتنقل وما هي الأعراض العامة بعدها مباشرة تخرج سيارة الإسعاف المجهزة من أجل التدخل في هذا الخطر وهي سيارة معقمة وكذلك لما شفته اللباس انتحم هو لباس خاص عزله ونديره دخل سيارة الإسعاف في المكان المنعزل وحمايته وإسعافه في حالة احتياجه للإسعاف مباشرة وإجلاؤه إلى أحد المراكز الأربعة على مستوى ولاية البولي هذا يمكن أن تضيف ناسي طبعا هذا شيء مهم جدا يقامت به مدير الحماية المدنية وليس البليدة وعلى المستوى الوطني هو تجهيز سيارة إسعاف في كل ولاية هناك ثلاثة أربعة إلى خمس سيارة إسعاف مجهزة وخصيصا تعمل على تحويل الأشخاص المستبه بهم مصابين بفيروس كورونا كوفيد هذا التجهيز يمس داخل سيارة إسعاف في كفية عزل الأعوان الذين يحملون لباس واقي مخصص نعم يكون التجهيزات وكذلك كيفية وضع رداء من البلاستيك في أن يتم وضع الشخص المستببي حتى لا يكون هناك اتصاد مباشر والمهم أثناء التحويل ثم الرجوع قبل الدخول إلى الوحدة وضع شحينات ذات خزان ومضخات تحتوي على مواد تعقيم ومطهرة يتم تطهير وتعقيم العتالي المستعمل وكذلك الأعوان الذين يحملون هذا اللباس الذي لا يرمى يتم تعقبه وإعادة لبسه من جديد هذا الإجراء مهم جدا حتى نكون نحن سليمين أنه قطاع مهم جدا أن لا يمس بهذا الفيروس حتى نقوم بالواجب نحو الوطن والمواطن وكذلك مع إجراءات بالتنسيق مع مصالح الصحة من المهم أن نحافظ على المنشآت الصحية حالياً التي خصصت لاجتقبال الأشخاص المشتبه فيهم حتى لا نساهم في نشر الفيروس حتى لا تكون مصدر للعدو سأعود إليك نسيم برناول رئيس مكتب الإعلام والتوعية بالمديرية العامة للحماية المدانية ونتحدث فيما يخص أيضاً قضية كيف ننصح أيضاً المواطنين من الوقاية الصحيحة والسليمة لأنه انتشرت في الأوين الأخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي بعض الفيديوهات السلبية حتى إذا تحدثنا عن هذه الفيديوهات وهذه المظاهر أيضاً معك عميد الشرطة رابح زواوي فيما يخص أيضاً فيديوهات تشرت في الأوين الأخيرة لبعض الجزاريين فيديوهات من أجل المزاح لكن مزاح ليس في وقته لهذا وضعنا محور في النقاش في هذا الموضوع السلوكيات السلبية في عز الأزمة وتأثيرها على متطلبات السلامة قاموا بتصوير بعض الأشخاص يعني كما قلوا بالعمية طيحين في الأرض وكأنه يحاولون أن يوصلوا في مشاهد أنه وصلنا لما وصلت إليها الصين في فترة ما من تفشي هذا الوباء وهذا الفيروس أنتم أيضاً في تعاملكم مباشر مع هذا الفيروس ومع المصابين في الميدان عوان الأمن المتواجدون في الميدان والذين أكيد تلقوا بعض توصيات وتدريبات خاصة من أجل التعامل مع هكذا حالات إذا وجدت في الشارع شكراً أولاً بارك لاوفيك فيما يخص هذه النقطة لماذا؟ لأننا نحن أمام الانفجار التكنولوجي إذن علينا أن تكون هناك الجدية في مواجهة هذه الإشكالية أول نقطة يجب على المواطنين أن يعوا بخطورة هذا الوضع نحن أمام ظاهرة بين الخطورة وضرورة تقيد بكل الإجراءات الأمنية الاستباقية والصحية المبنية أولاً على اليقظة الأمنية وأيضاً اليقظة الصحية من خلال التنسيق مع كل الفاعلين في الميدان للوقوف على مواجهة أو كبح الأسباب الرئيسية والمسببات الخفية لهذا الدعو ثم نعود إلى ما يتعلق بالمهام التي تقوم بها أو الإجراءات الأمنية التي سطرتها المدرية العامة للأمن الوطني أهم نقطة هو التنسيق مع كل المصالح الأمنية المختصة خاصة زملائنا في الحماية المدنية زملائنا في الدرك الوطني وأيضاً نذهب إلى التنسيق في العمق مع المصالح الصحية من خلال تواجد مصالح الأمنية أول شيء للحفاظ على النظام العام بشقه الأول خاصة ما يتعلق بالأمن العام والنظافة والصحة العامة وهذا التواجد يدخل في إطار التنسيق والتأهم لمواجهة كل هذه الإشكالية ثم نعود إلى نقطة غاية في الأهمية يجب أن يأخذها المواطن بعين الاحتبار إذن علينا أن نبحث عن المعلومة الصحية والنبأ اليقين السادق من خلال التعامل والأخذ بعين الاحتبار كل وسائل الإعلام المعروفة الرسمية على غير روكات الأنباء ومؤسستنا التلفزيونية المعروفة بمستقيتها في هذا الإطار وتجنب كل تلك الوسائل كما قلت التي تحتمد على الفيسبوك غالبا الفيسبوك ليس هو لانتقاء المعلومات صحيح مصدر غير رسمي للمعلومات إذن علينا التأكد من كل هذه المعلومات وأيضا بعيد عن التجاهل للأسباب الخفية لهذا الدال لأنه خطير وقد يؤثر ما لم نأخذ الاحتياطات اللازمة في هذا المجل ثم أهم نقطة رئيسية لابد أن نراهن على ثلاث نقاط رئيسية لمواجهة هذه الإشكالية الصحية القائمة علينا أن نحتمد على ركائز اليقظة الأمنية والصحية والتنسيق مع كل الفاعلين كل في مجال اختصاصي هو في حدود صالحيات النقطة الثانية خليني أكمل ما يتعلق بالتحكم المعلوماتي وقوة التأثير في سلوكات مواطنين إن شاء الله عميد الشرطة ربع زوية كنا نتحدث قبل قليل قبل أن يعرض علينا الزميل بيلا العميني آخر مؤخر مستجدات وتطورات هذا الفيروس الآن كنا نتحدث عن الأخبار المغلوطة عبر موقع التوصل الاجتماعي ماذا يمكن أن نقول بصفة عامة الآن للمواطن الجزائري كما قلنا يجب الآن الواقعية والجدية أيضا في التعاطي والتعامل مع هذا الفيروس شكرا برك الله فيك إذن أول شيء هو علينا الحيطة والحذر في كل التنقلات وفي كل المعاملات من خلال أيضا التركيز والتنسيق مع كل الفاعلين في الميدال التركيز على نقطة غاية في الأهمية وهي الدقة في التشخيص والعمق في المعالجة لاستباق الأحداث ومواجهة كل الإشكاليات التي قد تطرأ من خلال تطور هذا الوباء هذا أؤكد أنه يكون بالاحتماد على اليقظة الصحية وما يترتب عليها من خلال اليقظة الأمنية والتنسيق مع كل الفاعلين ثم نعود إلى إشكالية وكيف التعامل مع وسائل الإعلام أول نقطة نراهن عليها هو أن يكون الجدية في مواجهة هذه الإشكالية وفي التعامل الإعلامي مع كل هذه القراءة الرقمية بعيدا عن الاستخفاف والاستهزاء وهنا النداء موجه إلى كل المواطنين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي في هذا المجال لأن نحن إذ ذهبنا إلى الإعلام لابد أن نذهب ونبتعد قدر المستطاع عن التهويل والتضليل الإعلامي والاحتماد على المنطقية والمعلومة الدقيقة في هذا المجال تكون التوعية والتحسيس المتواصل والشمولي يمس جميع ربوع الوطن الإجراءات العامة أخذت بعين احتبار السلطات العليا أخذت كل الإجراءات يبقى على المواطنين التأقل مع هذه الإجراءات وأخذ كل الإجراءات اللازمة نحن أمام الصراع ممكن في علم الإعلام أو الاتصال ما يعرفه الآن بحرب المعلومة علينا أن نتقيق بكل الضوابط الموضوعية والدقيقة في معالجة هذه المعلومات حتى نبحث عن المعلومة الصحيحة والتي تعطي لنا إضافة والدعم لمواجهة هذا الوباء إن شاء الله جميل نسيم برناوي رئيس مكتب الإعلام والتوعية على مستوى مدير عمل حماية المدنية هذه الرسالة التي يمكن أن نوجهها للمواطنين الجزائري الآن خاصة مع الطرق الصحيحة والسليمة في الوقاية من هذا الفيروس لأنه الآن ما تتصفح عبر مواقع اليوتيوب ومواقع الوصول الاجتماع الأخرى فبالتالي طرق لا تنتهي ومعظمها غالط صحيح جميل جدا أن كنت قبل البداية أود أن أشير إلى أهمية ما قدمتموه من معطيات عالمية في دقيقتها وتواكب الأوضاع والتطور الأوضاع في العالم مهم جدا أن يعلم الجزائري هذه التطورات السريعة التي في العالم ويوقع وتقارن ما يوجد فيه الجزائر صحيح أنه ما نشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو ما أحب سميه بالعالم الافتراضي من عدة فيديوهات وعدة خبراء يعطون إلى أسمهم خبراء في الميدان ويقدمون بعض النصائح خاصة فيما يخص ما هو الفيروس خطورة الفيروس تطور الفيروس وما شابه ذلك المواطن الجزائري هناك مواقع رسمية لمختلف المؤسسات الدولية منها سواء الحماية المدنية ووزارة الصحة الأمن وما شابه ذلك هناك عدة فيديوهات وصور وكل ما يخص هذه التدابع الوقائية تأخذ من هذه المواقع سواء كانت مواقع رسمية أو مواقع التواصل الاجتماعي التي هي متواجدة بكل أنواعها يعني هناك فيها هذه الملمة لكن الشيء الأساسي هو أنه الآن نعرف أنه في مثل هذا الوضع يعني الشيء المواطن أن يقوم بالحماية الفردية كيف نقوم بالحماية الفردية؟ صحيح؟ جانب النظافة في كيف يتغسل الأياد وليس يعني سطحياً وليس بدماء هناك مستعمل الصابون السائل وما شابه ذلك أو نعقم إلا متواجد لكن في أول فرصة أن هناك حنفية وصابون إنسان يخص بيدي بالطريقة الصحيحة بفرط كل جانب الأياد حتى المعصب زد على ذلك يعني الكف عن بعض التصرفات الخاطئة يعني اللي يقوم بها في الأماكن العمومية أو في المقاهية وما شابه ذلك في اللمس والتقبيل والمصافحة إنسان أن يترك مسافة متر إلى مترين بين الشخص الكلام إذا كان هناك شخص لديه أعراض وما شابه ذلك هنا إنسان يمكن يلبس القناع الواقعي توجهنا أماكن يعني فيها مثل هذه الأمر إنسان يحمي نفسه يلبس القناع الواقع إنسان لا يحشمش إذا كان في الحافلة وكما أذكر السيد العامي أمر مهم جداً وهو يعني كما أقول بالعامية تو سويس ينقص من مناعة ويقدر أنه تصعب إنسان يلبس القناع الواقع يحمي نفسه في الأماكن العمومية لكن الأفضل إنسان يمع عنده ضرورة التنقل أو الخروج أن يتفادى أن يبقى منعزلاً لمدة معينة يعني حتى نقلل من فرص انتشار الفيروس أو روق ضحية في الفيروس زيد على ذلك هناك الحماية الجماعية فترة أن تشهد التيرافي درجة الحرارة يعني انخفاض ثم ارتفاع ممكن أن نصاب زكام ممكن الناس عندهم الحساسية ممكن عندهم أمراض مزمنة يعني تكون لديها من بعض الأعراض يعني ربما مشابهة لأعراض فيروس فيروس الكورونا لكن أعراض فيروس كوروناية تكون بحدة يعني تكون بحدة التنفس بطئ جداً وصعوبة في التنفس حتى يكون هناك سيالان أو العرق يعني بشدة وضيق في الألم في الصدر هذه أعراض يعني تقريباً تكون مؤكدة لفيروس كورونا لكن الأعراض الفروزية تكون لحمة لما تأخذ مهدئ أو مسكن تنخفض لك فيروس كورونا لا تنخفض يعني وهناك لدي الأشخاص لدينا ليس لديهم أعراض الأعراض وحتى هم حاملين لهذا الفيروس لكن لا يدركون والعام لا يدرك الآن لا شقول أن هذا التباعد يعني وعدم تنقل بكترة أو تفادي التصافح أو حتى الإجراءات التي أخذت بغلق المساجد وتتجمعات الأماكن العمومية هي فقط إجراء وإقائية حتى لا نكون هناك ولا نكون ربما سبب في نقل هذا الفيروس حتى هناك أعراض ناسي مرضو بالفيروس هذا يعني حامل الفيروس لكن لا يوجد له أعراض له منع قوية جداً لا تتوفر فيه الأعراض لكن ممكن أن يكون طريقة لانتشار الفيروس لذا التفادي التباعد في الكلام أنه خصوصية الفيروس لو تقيل هذا ويسقط يعني لا ينتشر في الهواء كالفيروسات الفيروسات الأخرى إذا النظافة ثم النظافة والتزام بهذه التصرفات والحركات البسيطة جداً حتى أنا أقول لك أنا يعني الإنسان دائماً ما يكون عنده مطهر مطهر كحولي في يده حتى لو أنه توسس مسأي سطح وما شابه ذلك ممكن يعني يعقى ميديه وأقرب فرصة يخسل يديه نعرف كيفاش أنه حتى في أماكن نستعمل من مناديد ربماً السعود في الأنسانسير أو عدم لمس يعني كما نقولون بالعامية الدربوس حتى طريقة فتح الباب في أول فرصة نقوم بتعقيم بالماء بالجافل والماء نقوم بتحليله بالماء نقوم بتعقيم يعني كما نقولون لباس تعالي المنزل تعالي الأبواب وما شابه ذلك هذه الأماكن اللي لمسها يعني نأخذ الحطى والحذر منها يعني وفي أي فرصة أي دائماً نأكد أقرب فرصة دائماً غسل اليديه المية عشرين لثلاثين ثانية بماء وصابه وعدم الوقوع الفخ خاصة في الإشاعات الإشاعات أنا أعيد أو أكرر هناك مواقع رسمية للمؤسسات الدولة الرسمية ولها المستاقية ولديها خباراء وطباء في هذا المجال نقدم النصاح منذ جومي ونحن نقدم في النصاح ولا نبالي يعني لهذه الفيديوهات التي تأتينا عبر المنسانجة وعبر الواتساب وما شابه ذلك يما تزيد فقط من تهويل وحدات الإسترياء ورئيس الجمهورية أمس أكلم الجزائر في الطاورة الثانية وشاهدنا الآن إحصائيات مقارنة بالدول العالم يعني لا دعي الآن التهويل والإسترياء لكن لا نستهزئ الآن نحن مطالبين في شيء فقط تطبيق هذه التدبيل الوقائية لفترة معينة فقط فترة معينة فقط هي فترة وجيزة جدا إن شاء الله ويرفع علينا هذا البلد إن شاء الله هذا ما نتمنى شكرا جزيلا لك ناسيم برناوي رئيس مكتب الإعلام والتوعية وعلى مستوى المدينة العامة للحماية المدنية لوجودك معنا اليوم على كل هذه النصاح أيضا شكرا لك الشكر موصول أيضا لعميد الشرطة رابح سواوي رئيس خلية الاتصال بمدينة الأمن العموم شكرا جزيلا لي وشكرا جزيلا لما قدمت أيضا أرى الله فيك شكرا جزيلا لكم